يقول السائل ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره من دعاة الاختلاط والتغريب ما موقف المسلم عموما سواء كان عالما أو طالب علم أو غيرهما من دعاة الاختلاط والتغريب موقفه كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلابد يكون منكرا للمنكر ولو بقلبه أما من لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن لهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم هو ينكر بحسب استطاعته إن كان يقدر على منعهم عند السلطة يقدر على منعهم يمنعهم مثل ولاة الأمور إن كان لا يقدر على منعهم ينكر عليهم باللسان والبيان والكتابة والرد عليهم إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر المنكر يكره ما يقولون بقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم ترجمة نانسي قنقر